يا مساء الخير في حلقة جديدة من حلقات خلاص الكلام في حلقتنا النهاردة هتبقى كلها فن بس فن يمكن سنه صغير شوية فن اتعودنا دايما على اننا نسمعه لكن اختفى فترة ورجع تاني وفن بقى موجود جديد في وسط الشباب المصرقين النهاردة عندنا فاكرتين فاكرة اولى هنتكلم عن فن منو احنا صغاري كنا بنحب نسمحهم كان فرقة بتقول بابا فين بابا هنا هنا هو اقول له مين وحاجات كتيرة قوي فرقة دي اسمها سبايسي بيبي وبعد كده دلوقتي بقت سبايسي ميكس وحنتكلم معهم اكتر وحنعرف انهم كتير اول نهاردة اما الفقرة التانية فهيبقى عندنا البيت بوكس صح البيت بوكس بيت بوكس شوية شباب بيغنوا بيعملوا اصوات ببقوهم بيت بوكس وكمان في شباب بيتغنى راب واحد بيتغنى راب واحدة بتغنى سولو نهاردة الفقرة كلها وفكراتنا كلها النهاردة غنى غنى سنه صغير اه يعني كله شباب النهاردة اول حد سبايسي ميكس او سبايسي بيبي القديم من العادة كم 16 سنة رجب سبايسي ميكس الاول نرحب بهم كلهم وتشرقونا هم بورنا نرحب واحد واحد بقى اول حد معانا مؤسس الفريق واستاذ حمادة البيار حمادة على طول حمادة البياري مانور الدنيا مالو اساس مالو اساس ازاي بقى خلاص كبرنا بقى كبرنا انا كبنته اساس دي حبيبي اناورنا وكمان معانا اه نوران اه 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 اطرد على كل حاجة لا والله انا وصف واعجبها اللوكيشن اوي والله معانا باستاذها نادا اي ازاي انا اياسف صحيتي ازاي ازاي طيب وكمان معانا نايرة ازاي كنا انا عمليا الحمد لله طمام نورك والختم والمسك زجع جادي كله زال فل نورلنا والله بجد احنا مبسوطين احنا معاكوا اوي احنا مبسوطين يعني مش عنا الواحدين على فكرة ده الناس اللي بتفرج علينا النهاردة اكيد لازم يفتكروا بقى بابا فين هنا اهو هنا اهو يعارف يعني دي عملت معانا حاجات تعالف لو اصحنا اطفال بابا فين دي كان من نسبانا اعتراض طب اقولوا فين طبعا انت تعالف احنا كنا عن فكرة اه احنا كنا نقولوا ببا فين ناسم كنا غلاس يا فالبوروز مصطفى كامل الان بالواجب في كتابة اهه اه اه مصطفى كامل ديتل عملنه بابا فين يعني لا مصطفى كامل ديتل عملنه هي حاجة مصطفى كامل سنة اتبعا لا بس والله حلو اللي بعد خمستاشر سنة من بابا فين رجعنا بـ اه وداد لازينة بقى الالبوم جديد الخلاص بقى اكبرنا بقى لازم اخش بالحاجات الكديدة الجديدة تكلمني بقى شوية بقى على سبايس ميكس سبايس ميكس يعتبر اول فريق مراحقين في الشرق الاوسط او شباب قلت في براما كتيرة قبل كده ليه الفكرة لان ما فيش حد بيغني المراحقين فقلت ان انا عامل اول فريق مراحقين احنا ستة على فكرة مش خمسة نوصلين لنا ولد مش موجود معنا النهاردة اسم ايه؟ الف السلام عليك اه مش موجود النهاردة معنا فقررت ان انا عامل اول فريق مراحقين اسم ايه طيب؟ اسم الولد عمر عمر ماشي الولد عشان نقول ازاكي عمر فقررت ان انا عامل اول فريق مراحقين فلما عارضت الفكرة على استاذ محسن جيبر ما عبداش اعتراض وابتديني النافس للالبوم والحمد لله الالبوم نزل تمام والنجاح اللي احنا توقعنا انا واستاذ محسن تحقق فعلا الحمد لله خائز جدا يعني انا والله ممسؤول بصراحة طيب الفكرة ذات نفسها مراحقين يعني فيه ناس دايما بتقول او السن والعمار الصغيرة دايما بتقول لا انا مالصغير انا كبير فان انا احجيهم اصلا في اللفظ ذات نفسه ان انا عامل فريق للمراحقين اه ما دايقتش عضاء الفريق ما دايقتهم اه 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 دايقتهم هم هم عارضين يكبروا مستمع ان احناه حاولا انمرت ايه بقى حرام عليك احنا نسى اطفال مش خلاص بقى نسنة بقى بابا فين وشي واوة وشي برو نص احنا مش اطفال طمي جماعة. احنا بنخطف في قطة المراحقين. المراحقين دي من سن اتناشر سنة للسن اربعة وشرين سنة. ده الطبيعي في العالم على فكرة. ام. يعني مش هو مش سن استاشر وطمانتاشر. انا لسه. انا لسه هات مع اغانيكو على فكرة. بس فااااا فكررت ان انا عمل فرد. مفيش حد بيغني لهم. ام. فلما يكون حاجة لسنهم هتفرق مع الناس. احنا يعني احنا مش فاحنا بنغني اغاني سوق عادية زيتان روشرين زي اي حد. فكان دي هي اللي جديدة. فده اللي تحمس لها المنطج محصن جابر. حلو.